النهاردة بنتكلم على الاندبندنت وومن على الست المستقلة ليه دايما في مجتمعنا مدام الست بتشتغل ومعاها فلوس وقدرة تعتمد على نفسها ولطيفة وجميلة وبتصرف على نفسها ولبسها وأحيانا بتشارك في البيت مش أحيانا ده معظم الحالات بتشارك في البيت في مصاريف ولادها ومصاريف في البيت وكل حاجة يعني ست بتبقى أمر شيلة كل حاجة في الحياة ليه دايما بتطلحها مجنونة وأن هي مفترية وجبروت ليه أنا ما بطلعش الناس دي مجنونة أنا مش معاهم أنا مش معاهم ده ما بداية لا بالعكس الست اللي فعلا بتشارك في البيت واللي معتمدة أو مستقلة وبتقدر تساهم لأ طبعا دي ست تستحق التقدير يعني مش تستحق التكدير أيها بالضبط لكن يعني أكيد ده برضو مش كل الناس بتقدروا يعني احنا مجتمعنا فيه ناس فيه ناس بتقدر ده وفيه ناس ما بتقدرش ده لكن أنا من وجهة نظري إن إن ساعات النوع ده من يعني من الستات اللي هما بيسهموا بيبقوا متوقعين تقدير وده للأسف من الناحية التانية من الرجالة مش مش بيبقوا الرجالة قادرين يفهموا ده بالعكس هما فيه بعض الرجال بيبقوا شايفين انت مدام ست وبتشتغلي وانت اللي اخترت ده ولو ففيه نوع مش بيقدر ده فبالتالي من هنا بتبتري تحصل المشكلة موسيقى شكرا